أدى الرئيس عبدالفتاح أسيسي رئيس الجمهوري القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاة الجمعة بمسجة المشير طنطاوي التي تأتي تزامنا مع احتفالة مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم شهيد والمحارب القديم وعقب أداء الصلاة اجتمع الرئيس أسيسي بقادة القوات المسلحة وقدم التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن أمن مصر وشعبها العظيم أدى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي والتي تأتي تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور محمد مختار جمع وزير الأوقاف وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع رئيسية للقوات المسلحة وقادة القوات المسلحة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات الشرطة المدنية وعدد من الضباط وضباط الصفي والجنود وألقى الشيخ السيد عبدالباري خطبة الجمع أكد فيها على فضل ومنزلة الشهادة والتضحية في سبيل رفعة الوطن وصون مقدراته وعقب أداء الصلاة اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقادة القوات المسلحة وقدم التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن أمن مصر وشعبها العظيم مشيرا إلى وجوب استحضار ذكر الشهداء دائما عرفانا بما قدموه من تضحيات والتي لو لاها ما تحققت الإنجازات على أرض مصر وأدار السيد الرئيس حوارا مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله الأحداث المحلية والإقليمية والدولية وتأثيرها على المنطقة مشيدا بجهود القوات المسلحة في تنفيذ مهمها بكفاءة واقتدار على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية ومؤكدا أن الشعب المصري يقف دائما خلف قواته المسلحة والشرطة المدنية للحفاظ على أمن الوطن وصول مقدساته